موسيقى رحلة إنجازات الألف يوم لمجلس إدارة الأهل بقيادة الكابتن محمود الخطيب لم تتوقف عند المشروعات الإنشائية الضخمة في الفروع المختلفة لكنها امتدت إلى النشاط الرياضي بالنادي الذي شهد تحقيق العديد من النجاحات في مختلف الفرق والألعاب الرياضية وبتكليف من الكابتن محمود الخطيب وبجهد مبذول وتحركات مخلصة ودعوبة من رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي تحققت قفزات نوعية ورقمية على كافة الأصعدة من بينها إعادة هيكلة وتطوير هذه الإدارة واللوائح المنظمة للعمل بها بهدف رفع كفاءة هذا القطاع بما يتوافق مع التطوير والتحديث الشامل الذي يشهده الأهل على الصعيد الإداري والإنشائي والخدمي والإعلامي وامتد تحديث وتطوير النشاط الرياضي ليشمل لائحة العمل بالأكاديميات والمدارس وافتتاح المزيد من الأكاديميات في الألعاب الرياضية المختلفة والموافقة على توسيع نشاط أصحاب الهمم ليشمل مقر النادي بالجزيرة بالإضافة إلى الموافقة على الاشتراك في الدورة التدريبية الدولية للجنباز الفني رجال وسيدات واشتراك سباحي النادي في معسكر إعداد بأمريكا ضمن برنامج الأهلي لإعداد البطل الأولمبي وحرص مجلس إدارة الأهلي على توفير كل الدعم والمساندة لإدارة النشاط الرياضي وفقا لبرنامج عائلة الأهلي بهدف الوصول بها إلى أعلى كفاءة إدارية وفنية في صناعة الأبطال بما يحقق طموخات أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي ويحافظ على مكانة وقدر نادي القرن في قارة إفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر